السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التطور حصل في كوبايلوت النهاردة. هنبص عليه مع بعض. طبعا هعرفين ان كوبايلوت كأنك بتكلم مع شات جي بي تي فور. وفي شوية التمكينات جميلة جدا. هنا مسلا ممكن تقول لك تبلي قصة مسلا يبدأ ان هو يكتبها لك. بتقدر تختار عايز كريات يعني يبدع ولا يلتزم بالنصوص اللي موجودة. زاد ان هو يجيب لك المراجع. زاد ان انت دار تعمل الملف ده كوورد او بي دي اف او تكيست. زاد ان تدار موصلك هو بالدزاينر وموصلك ببعض الحاجات مثلا انا عايز تدور على حاجات خاصة بالاكل او حاجات خاصة بالطيورات. في حاجات خاصة بالفيتنس تيرينر. في شوية مزايا جميلة جدا. الميزة اللي انا عايز اتكلم عليها النهاردة لانها لسه ظهرة. احنا لما بنيجي نكتب هو بيدينا ان الحدودة بقى الفين كلمة. انما نزل الحاجة اسمها نوتبوك. نوتبوك هيبقى تمنتاشر الف كلمة. هتقدر تكتب هنا زي ما انت عايز يعني تقدر تدي له معلومات كتيرة جدا. هو يبدأ ان هو يعالجها. فدي ميزة خاطرة جدا. تقدر ان انت مسلا ايه? انت عايز منه حاجة. فتدي له مثال. تقول له والله انا عايزك تكتب لك المثال دوت. فتقدر تكتب زي ما انت عايز. او تدي له مسلا كتاب معين. تكبست الكلام كتير وتدهوله. وتقول له عايزك للبيانات دي. عايزك تلخصها لي عايزك كزا كزا. بدل ما كنت كل شوية بتدي له الفين الفين. لا ممكن تدي له تمنتاشر الف مرة واحدة وهو يبدأ يعالجه. طبعا من ضمن المزايا برضو ان انت تقدر هنا ترفع صورة. تقدر انت تستخدم المايك وتتكلم. فتطور جميل جدا. هتخلي كوبايلوت. يبقى من اكتر الادوات اللي الناس هتحب انها تستخدمها الفترة اللي جاية.